مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الحال يوم نبدأ بأخبارنا المحلية فورا الرئيس السيسي عقد اجتماعين مهمين اليوم الاجتماع الأول كان بخصوص إدارة المخلفات وأنا يعني لفت نظري جدا أنه يبقى عندنا اجتماع برئاسة رئيس الدولة يكون في موضوع بهذا الشكل هذا الموضوع يشغل بال كل المجتمعات الراقية المخلفات التي تنتج عن أي مجتمع المخلفات الصلبة منها وغير الصلبة يبقى فيه خطة عند كل دولة كي تحاول توظيف هذه المخلفات بشكل يخدم المجتمع ويحقق صناعات أخرى رئيس النهاردة عقد الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لإنتاج الحربي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وزيرة التنمية المحلية وزيرة البيئة الفريق عبد منعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أيوة هذا الاجتماع بهذا الحجم كان عنوانه هو آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة هذا الموضوع يستحق اجتماع بهذا الشأن الرئيس وعلى فكرة كل الدول بتعمل كده يعني كل الدول قايم على هذا الملف صناعات كثيرة جدا بل بالعكس الأمم المتحدة عمل برامج تعطي فيها الدول منح أحيانا لا ترد شوف لدرجة ايه وبملايين دولارات أحيانا لا ترد لإدارة مثل هذا النوع من الملفات نمر واحد الحفاظ على البيئة نمر اتنين عشان الجهد الإنساني اللي بيطلع في صور كثيرة جدا لا يذهب هباء يبقى في صناعات أخرى قائمة على مثل هذه المخلفات مخلفات الصلبة لها دور ومخلفات أخرى لها دور وكل ده بيتم إعادة صناعاته مرة أخرى ينتج عنه منتجات كثيرة جدا تساعد في خدمة الحياة البشرية وأيضا تحافظ على البيئة الرئيس وجه في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبزولة لتفعيل المنظومة وطبعا أكد على أن ده ليه مرضود كبير على الحال يومية للمواطنين سواء من التروث البيئي أو البصري وبعض طبعا الأمراض النتيجة عن حرق المخلفات لكن في هذا الاجتماع أيضا وفقا لتصريحات السفير بسام رادي أنا قفت عند رقم الرئيس تطرق إليه في خطة عرضت وأنا أعتقد أن ده لازم يكون عنوان كبير لأنه المتحدة السفير باسم رئاسة الجمهورية قال أن وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية عرضوا تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد بقيمة 18 مليار جنيه ناخد الخبر من الأول هناك برنامج مصر تشتغل عليه دلوقتي قيمته 18 مليار جنيه رقم ليه؟ عشان الصعيد عشان أهلنا وناسنا اللي بيسمعونا دلوقتي في الصعيد في خطة الدولة عاملها النهاردة رئيس الدولة عرضت عليه من قبل الوزارات المختصة المبادئ العامة الخطوط الرئيسية أين نحن في هذا البرنامج اللي تكلفته 18 مليار جنيه فتبتدي بقى تشوف وسائل إعلام تطورات هذا البرنامج اللي توجهات الرئيس وجهت اليوم بشأن الرئيس يعني قال إنه لازم يكون هناك سرعة لسد الفجوات التنمية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجا الدولة عندها دراسة بكده أنا شفنا ده لما كنا في محافظة بنسويف وبنحتفل بعيد الفلاح وهحكي لحضراتكم إيه اللي حصل فيها فيه تقييم حتى للقرى يعني حتى القرى المصرية الدولة الحالية أنا شفت ده بعيني عندها تقييم للقرى الأكثر احتياجا للأسر الأكثر احتياجا فيه شغل على الأرض شغل اللي مش بتشوفه بقى في ندوة لا أنت مشوفه على الأرض فعلا فلذلك النهاردة الرئيس وجه بأهمية مراعاة الفجوات التنمية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجا والاهتمام بالعنصر البشري 18 مليار بتوع الصعيد مش بس للأرض ولا للبناد والكمال للاهتمام بالعنصر البشري زي ما الرئيس وجه النهاردة يبقى الخبر الرئيسي إنه 18 مليار الآن في خدمة الصعيد وأن هناك اجتماعا جرى اليوم عرضت فيه الوزارات المختصة على رئيس الدولة شوف الاجتماع يعني أهمية الاجتماع تعرفه منه الرئيس بيها ترقصه والتوجيهات دقيقة يعني لأصغر التفاصيل لو كنتوا بتعملوا خطة لتنمية الصعيد لو سمحت هتخلي بالك من التنمية في المحافظات وتراعي بأشفة رؤات في التنمية هتراعي زي ما بتراعي التنمية في المصادر زي الطرق والصرف الصحي والآخر وكمان العنصر البشري يوجه إليه جزء من هذا الشكل عشان نخلق أهداف تنموية تتناسب مع الدولة ورؤيتها في 20-30 هاي يعني الاجتماعين أو هو اجتماع يعني عريد فيه ملفين أعتقد أن هم جديرين بالوقوف أمامهم الاجتماع الأول وزي ما قلت حضراتكم العالم كله الدول العالم كلها اللي يروح فيكم فرنسا يشوف موضوع إدارة المخلفات ده عليه الصناعات كثيرة جدا والموضوع التاني المتعلق بتنمية الصعيد تنمية الصعيد لم نتحدث في الخطوة واحدة عم نتحدث في خطوات اتخذت بالفعل ومبلغ 18 مليار جنيه بيشترك البنك الدولي في تمويل جزء منها في خطة عرضت على السيد الرئيس وأين هي وطبعا الموضوع بيشمل بكات المياه والصرف زيادة عدل الفصول الدراسية إنشاء وتطوير وحدات صحية مشروعات في مجالات البنية التحتية الإسكان التشجير ورصف الطرق كل ده ما بقولكش أنه سيتم أو سناحاول أن نجد المورد المالي بتاعه أبدا أنا بقولك عندنا 18 مليار جنيه وعندنا 2 وزراء النهار ده وزيرة التخطيط وزيرة التنمية المحلية عرضوا على الرئيس بالزبط إحنا فين من هذا الملف ننتظر خطوات أخرى ونعرض على حضراتكم فيها إيه اللي تم فيه ملف تطوير السعيد ترجمة نانسي قنقر